سيدنا أيوب هو رمز من رموز الصبر وبه يضرب المثل فإذا زاد صبر أحد قال صبرت صبر أيوب وقد كان سيدنا أيوب عليه السلام في قومه وأهله كثير المال وكان لديه أنعام كثيرة وله من الأراضي مساحات متسعة من الصعب الوصول لنهاية لها كما كان له من العبيد الكثير ومن الأولاد والأهل ما يعين على كل صعب ومن الأحفاد عدد غير قليل ولكن الله ابتلاه في هذا كله فزال عنه وابتلي في جسده بكل أنواع البلاء فصبر وتحمل وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عبده أيوب في قرآنه الكريم فقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي دائم العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر لقد كان سيدنا أيوب عليه السلام متصدقا كريما لن يبخل بماله على الفقراء والمحتاجين فكان يعطي السائل والمحروم شكرا لله على ما أنعم عليه من كثير العطاء وكان يسعى بين الناس بالخير فيقدم النصيحة ويصلح بين المتخاصمين وفي يوم كان يمشي فواجد رجلين أحدهم يقول والله قد أعطيتك مئة دينار ولم تردها والآخر يقول والله لقد رددتها لك فأخرج أيوب عليه السلام من ماله مئة دينار وفض الخلاف بينهما ولما سأله الناس لماذا فعلت ذلك قال إني أكره أن يحلف الناس بالله في خصوماتهم وأراد الله أن يختبر أيوب عليه السلام وهل سيكون صابرا إذا نزل البلاء كما كان شاكرا على العطاء لقد أراد الله أن يمتحن هذا العبد الصالح في ماله وأهله وجسمه فضاع ماله وأصبح فقيرا وفقد أهله إلا زوجته وبدأ يعرف معنى الوحدة ومرض جسمه مرضا عظيما كان يتألم له كثير الألم وطال مرضه وطال مرضه وبلاؤه وهجره الناس وأصبح يقضي أيامه كلها مع المرض والحزن ورغم ذلك لم ينسى الصبر كان صبره متفوقا على بلائه وقد جاء الشيطان يوسوس لأيوب عليه السلام قائلا له يا أيوب هذا الألم بسبب مس مني ولو أنك توقفت عن الصبر يوما واحدا لذهب عنك الألم وشفيت فجلس أيوب عليه السلام غاضبا لأن الشيطان تجرأ عليه وتصور أنه يمكن أن يغريه مستغلا وحدته وأساه ومرضه فخرج إلى الجبال يدعو ربه ويشكو له جرأة الشيطان وتصوره أنه يستطيع أن يغويه مستغلا وحدته وأساه ومرضه فأمره الله تعالى أن يستحم في عين من عيون المياه في الجبل وأمره أن يشرب من مائها أسرع أيوب واغتسل وشرب ولم يكد يشرب آخر جرعة حتى أحس أنه شفي فجأة وذهب عنه الألم كما وهب الله لأيوب عليه السلام أهله ومثلهم معه رحمة من عنده سبحانه ووهبه الله أيضا أضعاف ثروته كرما من عنده فلم يعد أيوب فقيرا وازداد أيوب عليه السلام شكرا لربه وازداد المؤمنون بالله إيمانا وتأكد الجميع أن الصبر هو طريق الصالحين الشاكرين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب